السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم معنا خوتي في الفيديو جديد وهذا الفيديو سأتكلم عليك التشكيل الثالثة التي يمكن أن يلعب بها المنتخب المغربي أمام المنتخب الليبيري وهو أحد المنتخب ليس سهل يتكاتل لك في الدفاع وصعب جدا لكي تختارك الدفاعات الليبيرية إذا المنتخب المغربي عنده اختيار أن يلعب بالفارق الثالث لا يكون أحد لإشكال كبير من المنتخب الوطني المغربي أنه يلعب بالتشكيل الثالثة لا يكون أحد المشكل الكبير ومشكل عاوز للمنتخب الوطني المغربي أنه يلعب بالتشكيل الثالثة لأنه منتخب الليبيريا منتخب الليبيريا لأن هذه المجموعة عديدة أهلات من المنتخب المغربي والمنتخب الجنوب الإفريقي إلى تكأس العالم مع انسحاب منتخب الزينبابوي طبيعة تحرق صوها من قصات الفيفا لأسباب لأسباب تعريفه هي الفيفا تشكيل الثالثة المنتخب الوطني عمله بحراسة المرمليون المهدي بن عبيد عنده 25 سنة حارس الفتح الريباطي حارس الليناد عليه وليد رقراجي فاد لائحة الأخيرة المنتخب الوطني المغربي حارس متمرس صراحة حارس اللي عامل مرسيم جيد بطولة المحلية المغربية الدفاع أمين فرحان لاعب لويداد البيضاوي عنده 24 نعم كما تعرفنا على الحاسم قلب الدفاع أمين فرحان اللي تراجع شي شوية في المستوى في المقابلات الأخيرة نتمنى أن أمين فرحان يرجع للمستوى دائما يبقى حامل منتخب الوطني المغربي في الدفاع ويعيط له الرقراجي بالفينة والأخرى لأن أمين فرحان من اللاعبين الوعرين اللي كانوا هو البطولة المستوى وده كان يقرش شوية هناك جمال حركات عنده 27 سنة وقلب الدفاع الراجاء البيضاوي عنده صيط البطولة الوطنية في المنتخب بخير متنادج عليه وهو سنة 27 كان هذا هو الوقت جمال حركات لإعاية المنتخب المغربي لأنه جمال حركات من خيرة اللاعبين صراحة اللي قدمتهم البطولة المغربية لاعب كبير صراحة جمال حركات هناك أيوب العلود لعب الويداد البيضاوي اللي هو ظاهر أي من طبيعة الحال لعب الويداد البيضاوي اللي صعب جدا لأنه هناك أشرف حاكمين صعب جدا أنه يدي المكان ولكن ممكن لماذا لا بعد الأحيان ينادي عليه وليد الرجل إذن الآن نرى أربعة اللاعبين بطولة الوطنية اللي هو أدام ماسينة اللي لعب أودينيزي الإيطالي إذن أدام ماسينة الواجهة أو فرقة الكتلة اللاعب البطولة المحلية إذن أدام ماسينة اللي كان لعب الطاليان في أودينيزي كذلك من خيرة اللاعبين اللي كانين في المنتخب الوطني المغربي هناك يحياج برا لاعب الويداد البيضاوي المغربي يحياج برا اللاعبين مهمين كذلك في المنتخب الوطني المغربي شارك في المنتخب الوطني المغربي لا تقدم شخص الواجهة كبير لنكونوا منطقيين ونكونوا حقانيين لا تقدم شخص الوطني المغربي لأنه دائما يكونوا في المنتخب عنده 31 عاما من خيرة اللاعبين هناك أيميل حسوني عنده 28 سنة اللاعب الويداد البيضاوي من اللاعبين صراحة لم يكن في المنتخب يجب أن أعطي فرصة أيميل حسوني ونرى أيميل حسوني ما يقدر المنتخب المغربي صراحة أن أيميل حسوني يكون متواجد مع المنتخب الوطني المغربي لأنه أيضي حسوني صراحة يبرز وايضا حميد الصابري لعب الصامدورية الإيطالي اللاعب الذي نسميه بالبديل الناجح وايضا حميد الصابري لعب سامدوريا الإيطالي اللاعب اللي عمل عقد مبدئي مع فيارونتينة الإيطالي ومشيره في الصيف بطبيعة الحال لأنه عندهم مشاكل كبيرة في فارق السامدوريا اللي مهدد بزوء أنه هو القسم الثاني ونكحة إيجامل كامل الحمزة إيجامل 18 سنة لعب جيش الملكي لعب اللي شطف البطولة المغربية من خيرة اللاعبين ولكن أنك تكون عندك 18 وكتلع فارق الأول البطولة فشيء جميل جدا أنه نحن نعرف أن البطولة المحلية المغربية لم يكن تطيع فرصة مزاف اللاعبين الشباب ومليك الجبال لعب عنده 18 سنة لعب في الجيش الملكي شيء ما كان صراحة ما كان جربوه بجزء هونك أمين حارث لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي 25 سنة لعب اللي شارك معنا في المونديل الروسي ومونديل القطري لأسف الإصابة جاءت وفي الآخر حرمت أن أمين حارث يتواجد معنا في المونديل هو كان يكون من الأورق الرابحة صراحة في المونديل القطري ولكن جاءت الإصابة وحرمت أنه يكون في المونديل صراحة للأسف الشديد نطرية للأشجر الشديد هو لك الرائع المائي اللي عنده 25 عام مكلع في الماجر ممكن يكون ورأس حرباء إذا كنت ترى سبعة عناصر من البطولة المغربية أربعة محترفة اليوم حارث ميسينة وصبرة كان لك سبعة من الحداشة من البطولة المحلية المغربية الشيء صراحة يفرح شيء رميل جدا شيء صراحة مبهر أنه كان لك سبعة العناصر من أسف الحداشة هناك ألم قاعد الحسير نبدأ بسمعين قندوس لعب بطولة برجيقية كان لديه 25 سنة يلعب كقلب ديفا بقي مع مرشة لدعوة للمنسخب الوطني المغربي بقي مع مرشة لدعوة للمنسخب أسمعين قندوس وخيرات اللاعبين كذلك الأصداء التي تصنع عليه صراحة أن أصداء كبيرة تصنع عليه هناك أيوب العمراوي الذي ندع له المدرب وليد ريقراجي فدلا كان لديه 18 سنة فقط ويلعب في نيس الفرنسي كظاهر أيصر كما تعرفنا عن قندوس الذي يلعب كقلب ديفاع هناك هذا العمراوي الذي يلعب وليد ريقراجي وليد ريقراجي وليد ريقراجي وليد ريقراجي وليد ريقراجي كنا نتمنى أن نرى هذه المواهب في حالة الموهبة في حالة الموهبة بنيامي بوشواري وليد ريقراجي الفرنسي من خيرة اللاعب التي قدمتها تكويل الهبرجيق النخبة الوطنية بنيامي بوشواري لاعب التراث الرافع بنيامي بوشواري وليد ريقراجي فقط زكريا بوخلل لعب تولوز الفرنسي تكون هولندي لعب السابق الكاميرا مستوى كبير ومبهر صراحة في تولوز بعد المندي القطري مستوى صراحة معنا مستوى صراحة بهر العالم زكريا بوخلل بهر العالم بأسره من طيراز الرافع كبير زكريا بوخلل ومحامد البولديني لعب ليبانطير إسبانيا لعب 27 عام اللاعب المتكويل مغربي لاعب سمعنا على الأصدق مكالماتي بينه بين الرقراجي إذا الرقراجي تتصل لأن محامد البولدين لديه صراحة كبيرة وهذا صراحة كبيرة لأنه لعب في ليبانطي خاصة تكون مغربي سبق له لفراشة البيداوي سبق له لفتيحة الطانجة إذا اللاعب لي هو متمرس ليس سهل سنجربه في حالة الرؤوس لأنه لديه مشاكل كبيرة فراشة موسيقى